بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج كثير من الأخوة الأخوات بعثوا إلينا برسائل حول قضيتي كيف أعرف الحجر المناسب من الأحجار الكريمة الذي هو يكون مصدر لقضاء الحوائج لتسهيل الأمور لإعطاء الراحة النفسية وتعرفون بأن أهل البيت عليهم السلام تكلموا عن الأحجار الكريمة كثيرا بدءا من العقيقة بأنواعه المختلفة إلى الزبرجاد إلى الفيروزاج إلى الحديد الصيني وإلى كثير من الأنواع وتكلموا عن كل حجر بما فيه منصفات فعالة وقوية على نفس الإنسان فالسؤال هنا كيف أعرف الحجر الكريم المناسب لي الحجر السعيد المناسب لي من دون الأحجار البقية الذي يزيدني سعادة يزيدني تسهيل لأموري يزيدني طاقة إيجابية يؤثر على حياتي اليومية بشكل إيجابي وكما يقول آيات الله السيد الشهاب الدين المرعشي النجافي بأن هذه العلوم هي علوم محترمة جدا ولكن مع الأسف تدخل فيها من لا يفهم فيها فأفسد الأمر والطريقة الآن المعروفة لدى بعض العلماء المختصون في هذه القضايا قضايا الأحجار الكريمة كيف تعرف حجرك السعيد كيف أتخذ هذا الخاتم أي حجر أخذه له وذلك عن طريق البروج عن طريق هذه الأبراج علم الأبراج وقلنا بأن آيات الله سيد الشهاب الدين المرعشي النجافي يقول بأن علم الأبراج وعلم الأحجار الكريمة علوم ثمينة ومهمة وأن الإنسان يتفاعل مع الموجودات ويتفاعل مع الوجود بأكمله ولكن دخل في هذا العلم لا فهم له ولذلك أفسده وأصبح ليس عليه اعتماد على كل حال إذن نأتي عن طريق الأبراج لكي تعرف حجرك الذي عليك أن تتخذه كخاتم لك في يدك سواء رجل أو امرأة لتستفيد منه في حياتك كما ورد في روايات أهل البيت عليه السلام يعني بمعنى إذا خرج لك بأن مثلا مثلا برجك الحمل فإذن مثلا الحجر المناسب لك هو العقيق المشطب وحجر الدم والجمشت وكذلك الماس يعني نتكلم بصورة عامة فتذهب إلى روايات أهل البيت ماذا يتكلمون عن العقيق ويتكلمون عن حجر الدم إلى غير ذلك وسوف تعرف مدى فوائده في حياتك فإذا فلنبدأ فتجيء هذه الطريقة طريقة الأبراج لمعرفة الأحجار السعيدة وهي نوع من التيسير لمن لا يستطيع أن يتعرف على الأحجار المناسبة له الكريمة ليتخذها محابسا وخواتم له والبروج 12 برجا كما تعرفون وهي عبارة عن المدة الزمنية التي تقطع الشمس فيها 30 درجة وهي محددة على النحو الآتي فلنبدأ يعني برج الحمل من كان من برج الحمل فالأحجار الكريمة المناسبة له والتي عليها أن يتخذها هو العقيق المشطب وحجر الدم والجمشت والمس وأرجع إلى معاني هذه الأحجار فسوف ترون فيها الفواد الكبيرة أما إذا كان برجك هو برج الثور ونحن نتكلم عن الرجل المرأة على حد سواء أما إذا كان البرج هو برج الثور فالأحجار المناسبة للشخص سواء رجل أو امرأة من برج الثور هو العقيق الأحمر الفيروزج الياقوت الأحمر الزفير الزمرد العقيق الخفيف الأحمر إذا كنت من برج الجوزاء فالأحجار الكريمة المناسبة لك هي الياقوت الأصفار والعقيق اليماني وكذلك الكوامارين والاكوامارين يعني حجر على كل أحوال يسألوا العطاء يعني يسألوا عفوا أهل الخواتم عنه وإن شاء الله تجدون الإجابة برج السرطان أحجاره هي الياقوت يعني العقيق الأبيض والجزع الأسود وحجر القمار واللؤلؤ وعين الهر والزمرد برج الأسد أحجاره اليشاب حجر الدام كذلك العقيق الزبرجد المصري الياقوت الكهرمان الماس في بعض الأحيان برج السنبلة من الأحجار المناسبة له الزمرد والعقيق واليشام والفيروزج والزركون الأحمر برج الميزان أحجاره الزبرجد العقيق الأحمر المرجان عين الشمس الماس في بعض الأحيان إما إذا كنت من برج العقراب أو أنت فالأحجار هي الزبرجد والجمشت وماء البحار والياقوت وكذلك الياقوت الجري يسمونه والياقوت الأصفر كذلك إذا كنت من برج القوس فأحجاره الزركون الأحمر الياقوت الأصفر الزمرد الزبرجد والعقيق والفيروزج أما برج الجدي فأحجاره الياقوت والجزع الأسود أو الأبيض وحجر القمر برج الدلو من أحجاره ماء البحار والزركون والعقيق وحجر السيلان طبعا تذهبون إلى المحلات الخاصة لصناعة المحابس الخواتم وسوف تتعرفون على هذه الأمور أكثر وأكثر ما إذا كنت من برج الحوت فأحجاره ماء البحار وحجر القمار والجمشت والفيروزج بهذا يستطيع الشخص أن يعرف الأحجار النفيسة التي تلائمه من البروج الذي ينحصر بين طرفيه تاريخ ميلادة وأنتم تعرفون تاريخ الميلاد من أين يبدأ ومن أين ينتهي وللذي لا يعرف فمثلا عندنا برج الحمل يبدي من 21 مارس إلى 19 أبريل برج الثور من 20 أبريل إلى 20 مايو وبرج الجوزاء من 21 مايو إلى 21 يونيو وكذلك برج السرطان من 22 يونيو إلى 23 يوليو برج الأسد من 24 يوليو إلى 22 أقصطس وكذلك برج السنبولة من 23 أغصطس طبعا أعتذر للتلفظ إلى 23 سبتمبر وبرج الميزان من 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبر برج العقرب من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر وكذلك برج القوس من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر برج الجدي من 22 ديسمبر إلى 19 يناير وبرج الدلو من 20 يناير إلى 18 فبراير والحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس وهذا هو يعني إن شاء الله هذه الأبراج بهذه الصورة وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى لا أريد أن أدخل في شروحات كثيرة ولكن هذا على قدر ما سألوني الأخ والأخوات وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام